أتي معك موضوع مسار هذه الحرب والمنعطفات في هذه الحرب في الأشهر القادمة وتحديداً في شهر أغسطس بحسب هنا توقعات الاستخبارات الأوكرانية وتحديد هنا رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية يقول أن الحرب ستدخل منعطفاً جديداً في شهر أغسطس وأن تهزم روسيا قبل نهاية العام وأكداً أن كييف ستنجح في استعادة السيطرة على كل أراضيها هذه التوقعات بالنسبة للاستخبارات الأوكرانية هل هي بالفعل واقعية إذا ما أخذنا مسار هذه الحرب في شهورها الأولى وبنينا عليها لمسارها في شهورها القادمة تمام حتى الآن كل ما جرى يقول أن هذا ما سيحصل يعني رئيس الأركان الأوكراني أو رئيس الأركان مضبوط الذي يصرح هكذا تصريح أقرب إلى الدقة بكلامه هو لم يقل أننا سنقوى إلى درجة أننا نحتل روسيا هو أعطى الصورة أن الحرب قبل نهاية هذا العام في غسطس ستكون قد تداخلت القوات الروسية مع القوات الأوكرانية لأنها ستكمل اجتياحها لكنها لن تسيطر وهنا تبدأ المقاومة عملها بشكل مزعد جدا لروسيا وستكبدها خسائر قد لا تكون روسيا قد ليس لها طاقة بحجم الخسائر التي هي قادمة عليه عندما ندخل حروب مدن بشكلها الصحيح لكن أنا ترى بأنه هذه جرعة تفاؤل أو أنها أمنيات أكثر من أنها وقاع لأنه أيضا روسيا تتقدم في الدنباس كما أسلفنا في وقت سابق وتصريحات لها بأنها تسيطر على دارة محلية في لوغانسك في الدنباس وهذه الخسائر التي توقعها بحق أيضا بالجيش الأوكراني ألا يشير ذلك بأنها ستستمر وسيكون القادم تسعيد أكثر من الوقت الراهن وبالتالي كيف يمكن أن نقول أن روسيا مقبلة عن الانهزام في أوكرانيا في نصف الثاني كما قال رئيس الاستخبارات من شهر غسطس أستاذ محمد من على شاشتكم وفي الأيام الأولى من الحروب عندما عصيت الدبابات الروسية في أوحال أوكرانيا وبدأ جيش الروسي يتراجع من كيف قلنا أن ليس لروسيا الآن مخرج إلا حصر الحرب بزاوية ضيقة قدر الإمكان وكلما ضاقت الزاوية وكلما كان في صالحها أما في الميزان العسكري عندما نقارن بين قوة روسيا وقوة أوكرانيا أصلا أوكرانيا لا تحتمل أكثر من ساعات لتشتاحها روسيا اجتياحا كاملا لكن المفاجأة التي حصلت أولا لدى الجيش الروسي وجدنا أن الجيش الروسي جيش عشوائي تماما غير مدرب لا يحمل عقيدة قتالية لا يوجد جنرالات مخططين للحروب وأيضا وجد المفاجأة الأخرى لدى الجانب الأوكراني أننا وجدنا مقاتلين شرسين يقاتلون عن بلادهم بحماس وبقوة ومدربون أضف إلى الدعم الغربي كان سواء من أوروبا أو من أمريكا بهذا السخاء الذي قدم لأوكرانيا أيضا عدل الميزانية ولاحظ هنا ملاحظة أستاذ محمد أن نوعية الأسلحة التي تزود بها أوروبا وأمريكا تزود بها أوكرانيا هي أسلحة تصلح لحروب المدن ولحروب الشوارع حسابا وتحسبا لما هو قادم يعني لا يس بإمكان الجيش الأوكراني بكل حجمه وتدريبه صد الجيش الروسي بهذه الإمكانيات التي تدخل بها لكنه ينتظره إلى الحرب التي سترهق روسيا وتأخذها إلى خسائر كبيرة جدا الذي هو الاشتماكات القريبة